الفكار يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له سبحانه رب عظيم الشاني يعلو ولا يعلى وجل علوبه وصفاته كملت بلا نقصاني سلطانه باق ويلقى ملكه هذا ويفنى كل ذي سلطاني في كل شيء قد تكامل صنعه ذا محكم التنزيل خير بياني قد عم أرجاء الفضاء بآيه انظر ترى ما لا يصفه لساني هذه السماء تزينت بكواكب لجمالها رفعت بلا أركاني والريح تجري وسحاب بأمره يحيي بها ما مات من بلداني هذا ومن آياته تلك التي حملت بلا رجل ولا بهتاني والكل جند للإله أما تقا جندا يقض مضاجع الطغياني وإذا السماء تشاققت من هول ما وعد الإله بآخر الأزماني والأرض غير الأرض هذا يومها وجبالها نسفت أمام عياني وتفاجرت فيها البحار بأمره هذا ووصف الواد بالقرآن والكل من بعد الممات مرادهم نحو الإله الواحد الدياني في ذلك اليوم العظيم نفوه سنا حشرات وها قد خاب ذو النكراني من بعد مبعثهم حساب عادل يا ساد من فقلوا على الميزاني يا سادهم وجنان ربي فتحات يتقلبون بأنوا من رحمن قد أذلح الماضون في ركب المدامة وتحمروا من قبضة الشيطاني يتفاكرون بآي خالقنا التي نطقت وتدعونا إلى الإيماني يتفاكرون بآي خالقنا التي نطقت وتدعونا إلى الإيماني